وللمزيد حول توقيع بروتوكولات التعاون اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كاريم بابرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تم توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة بروتوكولات للتعاون أيضا إنشاء وتدشين لبعض مراحل التعاون مع بعض الدول الشقيقة الخاصة بعدد من المجالات المختلفة إذا بدأنا بالتوقيع الأول وهو بالطبع الخاص بالموانئ الجزء الخاص بتطوير ميناء سفاجة وهذا الخط اللوجستي الكبير الذي يستهدف الوصول إلى 400 مليون حاوية سنويا بدلا من 180 مليون حاوية سنويا هذا التطوير اللوجستي بالطبع هو يعتبر مرحلة أولى ضمن تقطيد كبير لتطوير هيئة الموانئ المصرية بشكل عام عن طريق وزارة النقل هذا التطوير يستهدف ليس فقط زيادة عدد الأرصفة وهذه بالطبع الأرصفة التي تمتد لما يقرب من 100 كيلو متر تقريبا تم تفريقهم أو تم توزيعهم على عدد من الموانئ المختلفة مثل بورسعيد والعين السخنة والسفاجة وغيرها من الموانئ المختلفة ولكن أيضا بالإضافة لذلك زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ الاستقبال أكبر أكبر عدد من الحاويات وهذا بالطبع ضمن الخطة الأكبر لتطوير الموانئ وأيضا إنشاء المناطق الحرة وهذا البروتوكول اليوم بين مصر والإمارات لتطوير الميناء الخط روجستي الخاص بميناء السفاجة بهدف بالطبع الوصول لمنطقة حرة بنقل البضايا عن طريق الموانئ هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا كانت خاصة بوزارة الصناعة ففي مؤتمر صحفي لوزير صناعة أيضا كان هناك حديث عن إنشاء مجمع صناعي زراعي لهذا المجمع الصناعي الزراعي به أربعة مصانع تم بالفعل البدء في إنشاء هذا المجمع بالطبع هذا المجمع سيكون صديق للبيئة وبها عدد كبير من توفير فرص العمل للجزء الشباب وأيضا الجزء الآخر هو زيادة المحصول الزراعي ولكن أيضا المستهدف دائما من هذه الصناعات الزراعية هو استخراج صناعات جديدة ومنتجات كديدة من المخلفات الزراعية هذا ضمن البروتوكول الثاني أيضا كان هناك جزء جديد وهو اتفاق على استراتيجية مبدئية خاصة بوزارة الكهرباء هذه الاستراتيجية هدفها الوصول للطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة منذ كوب 27 مؤتمر المناخل تم عقده هنا في مصر والتوجه المصري للتحول للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر لذلك أيضا هذه الاستراتيجية لزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة الخضراء بعشرة مليارات جنيه هذه إضافة بالطبع على عدد كبير آخر من الاستراتيجيات والاتفاقيات بروتوكولات التعاون المختلفة بفضلا عن إنشاء بالفعل المصنع الأول المنتج للهيدروجين الأخضر وهو من أهم الصناعات في الفترة القادمة ولكن هذه بالطبع على البرتوكولات التعاون والاتفاقيات المختلفة هي بالطبع قبل عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي يناقش بالطبع عدد كبير من الملفات ولكن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم والجزء الخاص بالاستثمارات الجديدة وأيضا ما توفره مصر خلال الفترة السابقة من إغاثات مختلفة ومشاركة مختلفة مع الأشقاء في غزة